موسيقى وفي ملف الأزمة الأوكرانية قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا فلادمير ميدينسكي قال إن كييف أبدت استعدادا للوفاء بالمطالب الروسية الأساسية لكن موقف موسكو بشأن منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لا يزال دون تغيير وأضاف ميدسكي أن أوكرانيا عبرت كتابة عن استعدادها للتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتبني وضع عدم الدخول في تحالفات فضلا عن تخليها عن الأسلحة النووية وأسلحة الضمار الشامل الأخرى والالتزام بعدم استضافة قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زلينسكي أن الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات جديدة على الأراضي الأوكرانية ودع زلينسكي في كلمة له أمام البرلمان الرويجي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستناف العمليات الهجومية وأضف أيضا أن الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية بالشرق مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب أكد الكريملين أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وقال المتحدث باسم الرئيسة الروسية دمتري بيسكوف أن وضع أوكرانيا أو وضع أوكرانيا مطالبها على طاولة التفاوض أمر إيجابي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات التي جرت بين الوافدين الروسي والأوكراني مؤخرا لم تؤد إلى نتائج واعدة جدا ولا لأي تقدم إلى ذلك بحث رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكران والمستشار الألماني ألاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وأوضح بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أوضح أن القادة تتفق على أهمية دعم الشعب الأوكراني والحفاظ عليه في حربه ضد العملية العسكرية الروسية وصلت جونسون الضوء على الهجمات التي يتم تنفيذها في مدن مثل ماريو بولا كما ناقش القادة الحاجة إلى العمل معا لإعادة تشكيل هيكل الطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية أكد دومينيك رعب نائب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تنظر وبتشكك تام تجاه أي وعود تخرج من روسيا حول أوكرانيا وأوضح رب أن بريطانيا سوف ترد على موسكو سنادا إلى أفعالها وليس ما يصدر عنها من أقوال مضيفا أنه لا يزال يتعين إتاحة فرصة للدبلوماسية وانسحب موسكو من أوكرانيا وليس مجرد إعادة التمرقص تصبير موسيقى أحمق ه cruelty من ساحقاطة الموادقات سوف تشل company سوف تشل ف É ее الحير إنه exting grind ترجمة نانسي قنقر أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية أن وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة بأوكرانيا مما اقترها للعودة إلى روسيا وبلا روسيا في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات وقالت الدفاع البريطانية أن مثل هذه الخطوة تضع المزيد من الضغط على اللوجستيات الروسية بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا وأضفت وزارة الدفاع البريطانية أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات مدفعية وصاروخية موسعة حضرت الولايات المتحدة رعاياها بروسيا من خطر تعرضهم للاعتقال وذكرت الخارجية الأمريكية أن هناك إمكانية لتعرض الأمريكيين للمضايقة من قبل قوات الأمن الروسية مناشدة بعدم الصفر إلى موسكو وبمغادرة من يتواجد هناك في الحال ويأتي هذا التحذير بعدما تعرضت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير للاحتجاز في روسيا لأكثر من شهر أوضحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فروا من بلدهم هربا من العمليات العسكرية الروسية حسب ما أظهرت أرقام الأمم المتحدة وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها إن اللاجئين فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ الهجوم الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي مشيرة إلى أن أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف منهم توجهوا غربا إلى بولندا أعلنت ألمانيا المستوى الأول من خطتها الطارئة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي في حال نفذت روسيا تحديداتها بوقف الإمدادات وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك في مؤتمر صحفي قال إنه تم الآن تشكيل خلية أزمة للإشراف على الوضع بعد أن رفضت مجموعة السبع طلب روسيا بتزديد قيمة إمدادات الغاز بالربع الروسية وأوضح أن خطة الطوارئ تشتمل على ثلاثة مستويات من التأهب لكن في هذه المرحلة أمن الإمدادات بالغاز مضمون في ألمانيا حضر ديفيد بيزلي مدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من أن الحرب بأوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغداء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أوكرانيا انتقلت من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز محذرا من أنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا فإن العالم سيدفع ثمنا باهضا اشتركوا في القناة